صحيح كما جاء في بعض التدخلات نحن في حالة طوارئ مائية صحيح أنه في تاريخ المغرب لم نعرف ست سنوات متتالية للجائزة صحيح أنه لأول مرة في تاريخ وقع تجاوز 1.8 درجة الحرارة مقارنة مع السنين السابقة وبتالي نسبة التبخر فهي ترتفع تنصول مليون ونصف ديال متر مكعب في اليوم ديال التبخر صحيح أن نسبة التولوج بنسبة لهذه السنة فهي كانت ضئيلة جداً لم تتعدى 4.500 كم مربع في الوقت للسنة الماضية وصلنا إلى 36 ألف كم مربع وبتالي الوقع ديالك كذلك على التلبيات الحاجات في الماء وخصوصاً الجانب المرتبط كذلك بالفرشة المائية فهذا بالطبع تطعيم الفرشة المائية فهذا يشكله خطراً كبيراً وفي هذا الإطار فكان ضروري وهذا ما قامت بالحكومة طبقاً توجيهات الملكية أن نقوم بتريع واتيرات لا بنسبة للسدود قلصنا المدة ديال الإنجاز السدود اللي كانت مبرمجة تمنتاش لسد قلصنا المدة ديال الإنجاز ديالها من من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات في بعض الأحيان هذا باش أننا نضمنه غدالق إن شاء الله إلى كانت الوفرة ديال المياه فغتكون عندنا إمكانية باش نخزنه هذوك المياه باش نضمنه تلسنين ربع سنين ديال السقي وست مدز ديال صفره راواليوم جاهز والحمد لله رب داتي تتعمر وهذا سيكون عنده وقع إيجابي بالنسبة للسعيس اللي هي اليوم كعين واحد استنزاف ديال الفرشة المائية بالنسبة لهذه المنطقة نقطة ثانية اللي هي مهمة واللي بغيت نقول لكم هو أنه هذا شيء كله الموجود تدار في إطار ديال أن يكون هنالك كذلك التركيز على ثلاثة ركائز الركيز الأولى وهو المياه اللي قلنا بحل سدود إلى آخره وكذلك جميع المياه النقطة الثانية وهو تحليات المياه ومعالجة المياه العادمة وفاد الإطار أنا مع السيد المستشار أنه من ضروري أن يكون استعمالهم كذلك في مجال الفلاحة ولا ينبغي أن نقتصر فقط نقتصر إلى المساحة الخضراء ثالثا كذلك عندنا ديال ترشيد استعمال ديال الماء استرشيد الزماء والتقلص والاقتصاد في الماء هدم بالأمور الأساسية إلى بغينا حقيقة نضمنه كذلك الحفاظ على الفرشة المائية بالنسبة للمستقبل وهنا معلوم فلاحة تتلعب دور أساسي في تنقيط إن شاء الله بغينا نوصله مليون أكتار من نال سنة الفين وثلاثين إذن نغيد دار واحد مجهود إضافي في هذا الإطار هناك إشكال ثاني لتخصى نخدمه عليه ورابدينه فيه وهو تحسين المرضوضية ديال القنوات ديال المياه لا بالنسبة لما أسعى الشرب ولا بالنسبة كذلك للفلاحة لأن تتضيع ما بين 30% إلى 50% في القنوات تتسيل القنوات وهذا تخلق إشكال كبير وكذلك كل ما هو مرتبط كذلك بهذا العملية اللي نطلقنا فيها ديال العقود للفرشة باش ممكن نضمنه واحد تدبير مندمج ديال الماء في المستقبل النقطة الثانية اللي بغيتنا أكدالها وهو أن هاتي كله تدار في منطق أن يكون واحد تسير بحالي قلنا ليكون مرتبط ونختاره شنو هو أسلوب الأنسب في هذا المجال ولكن كذلك تخصنا التضامن وفي هذا الإطار فنطلقنا فيها العملية اللي يمكن نقول بأن المغرب فهو من بين الدول الرائدة فيها وهو التضامن ما بين المدن الساحلية والمدن الداخلية اليوم مع فضل المكتب الشريف للفصفات غدر واحد المحطة جديدة في آسفي باش أنها تطعم المدن ديال مراكش مدينة ديال كذلك ديال بن جرير والمدينة كذلك ديال اليوسفية وكذلك جديدة غاد تعطي كذلك المدينة ديال الخريبقة هذه السنة هذا باش ممكننا نضمنه كذلك لما صاح الشرب بالنسبة لهذا المدن اللي هي داخلية واللي عنده واحد الخصاص فالإطالي إنه مع الأسف فهذا المدن فرشة المائية ما كيناش القدر الكافي باش ممكننا نجاوزوا الإشكاليات اللي هي متروحة فهذا الإطار كذلك في إطار التصورات اللي تنشتغلوا تنشوفوا كباش ممكننا كذلك نديروا نفس العملية بنسبة لبعض المناطق الفلاحية أخرى باش نضمنوا كذلك إن هاد تحليات المياه تساعد باش نمشيوا لهاد باش أننا نضمنوا كذلك نستمرارية ديال الأمن الغذائي في بلادنا ولكن تخصنا كذلك نقولوا لأن هذا أو تنشت الفلاحة أنه يتعاقدوا باش أنهم يخلصوا هذا كلمة بهذا كثمان المشكلة التي يجب أن نعرفه مثل تحليات المياه وهو أن هذه تحليات المياه مثل تحليات المياه مثل تحليات المياه مع شركة لتحليات المحطة ضروري أن نشري المياه كلها التي تنتج سنوياً التي تفقنا عليه وبالتالي عندما كان يشتغل أمطار وكلمات في السدود لا يأتي لك فلاحة أنا لا أريد أن نأخذ الماء في أقل تماناً لا يجب أن نضمنوا كذلك الإستمرارية وإستهلاك هذه الكمية لأن الدولة ضروري أن تخلص هذه الكمية كاملة لتنتج إلى وقفات المحطة تحليات المياه أرى تتفسد وتمكيس غداً نعود أن نستعملهم هذا الأمر تخصنا نعرفها لكي نكونوا عارفين لماذا تدخلين لكي تكون لدينا صورة واضحة لأن جهة الملك في الجلسات العمل التي ترأسها في أوائل شهر يناير هذه السنة فهو كان واضح قال جهة الملك بإنهم الضرورية للأوامر والتصور التي أعطينا وهو الضروري اعتماد شفافية مع التواصل مع المواطنين ومع الميانيين في الإطار إنه ضروري نقول المغربة الواقعية دي الأمور وبحال ضروري نقول لكم بإننا عندنا مشكلة عندنا مشكلة بالنسبة للأسفرة ما ترح تيويش ولكن المحطة الأسفة للدارت لإنقذات المدينة أنتم ما رأى عارفين لأن لولا المحطة المكتب الشريفية الفصفات للدارت والليوم بدأت تشتغل والحمد لله اللي المسيرة فيه 23 مليون متر مكاعد فقط وتعني ما كان للماء لنصله للأسفة إذن لو لديك المحطة ما كانش غيكون للماء بالنسبة للمدينة أسفة ولكن كان قطاعات لماذا؟ لأن كائن المشكلة لأنه تربة في كائن واحدة صعوبات تكون قريبة لأن لدينا المحطة قريبة من الشاطئ وبالتالي هذا تتخلق بعض المتاعب وتتوقف وتتكون بعض المقطاعات وتعرفوا المعاناة للمواطنين في هذا الإطار ولكن بغيت نقول لهم بأن كائن واحد عمل غير الدار باش إن شاء الله نحسنوا هذه المحطة مع المكتب الشريف المحطة الجديدة لتكلمت عليها لأن هذه المشكلة لا يبقى متروحة ولكن كائن واحد المعاناة وكائن إرادة العمل لكي نجاوزه إنما لدينا إمكانية لكي نجعله واحد الخزان المال كافيين إنما لا يصل لكي نجد مليون المتر مكعب وصلة خمسين ألف لكي نجعله قريبا لكي نقاطع أننا نستعمله إذن هذه بعض النقطة التي تقسل واحد يقولها ونعرفها في هذا الإطار أننا إن شاء الله الأمر سنجاوزه وعندنا إشكالية أخرى التي هي المحطة المتروحة بالنسبة لبرشيد ونسبة لسطايتس ونسبة لذلك ونسبة لذلك بالنسبة لجفل الأصفار فهو المحطة هي الضعف لإنتاج لها لكي هذا الماء يوصل إن شاء الله لهذه المناطق التي تكون فيها واحد الخصص خصوصاً في شهر يوليوز وشهر الغسط المحطة يجب أن تكون جاهزة أي القنوات المال كافية سيكون جاهزة في شهر أو آخر شهر يوليوز يمكن يكون بعد خير وهذا سيكون عنده نيكاسات باش التدابير ستأخذ باش نضمنه أنها تبقى استمرارية ولو تكون بعض انقطاعات في واحد المدة زمنية على ما إن شاء الله المكتب الشريفي الفلسفات يكمل هذا الإنتاج له لأنه جاب الآليات من الخارج باش توصل باش ممكن الله نطبقها ونحلوها للإشكال اللي بغيت نقول وهو الصبر ضروري ولكن الإرادة كينة العمل كين وإن شاء الله نصلوا ونجاوزوا هذه الإشكالية اليوم تروحها في المستقبل فضل الدعم للكم والسلامة ترجمة نانسي قنقر